السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناتكم قناة وصفات لكم اليوم وبإذن الله سوف نعالج مشكلة يعاني منها الكل سواء رجالا أو نساء وهي تعرف بالتجاعد تجاعد الوجه، تجاعد حول العينين، التجاعد التي تكون حول الفم كذلك إلى غير ذلك التجاعد هي عبارة عن طيات أو سلسلة نثوءات بالبشرة وتظهر عادة عندما يتقدم الإنسان بالعمر أو بسبب عوامل أخرى سيتم شرحها لاحقا إذن اليوم إن شاء الله سوف نعالج التجاعد سواء التي تكون بالوجه الرقبة، اليدين إلى غير ذلك وبوصفات طبيعية منزلية بمكونات بسيطة جدا جدا إذن بالنسبة لأول وصفة سنقوم بها باستخدام مكونات بسيطة سنمر الآن إلى التعرف على المكونات بالنسبة حبيباتي لأول مكون سنحتاج إليه سنحتاج هنا إلى الدقيق، الدقيق الأبيض، دقيق المخبوزات والحلويات الدقيق الأبيض معالج للتجاعد يشد البشرة كذلك سوف يعمل على تبيضها وتفتيحها وتوحيد لون البشرة هذا المكون من بين المكونات الممتازة التي تغدي البشرة وأيضا سنحتاج هنا إلى العسل، عسل النحل، العسل الطبيعي سنحتاج تقريبا إلى ما يعادل مقدار ملعقة تكون كبيرة ممتلئة ضروري هنا أن يكون عسل طبيعي 100% العسل كذلك مفتح يشد البشرة ويعالج التجاعد استخدموا سواء عسل البرتقال أو العسل الذي يكون أسود يكون هو أفضل وممتاز جدا لأنه يغدي البشرة بامتياز كذلك سنحتاج إلى مكون رائع جدا مبيض ومرطب وأيضا مغدي ألا وهو الزبادي أو الياغورت الطبيعي بدون سكر وبدون نكهة إذا أيضا توفرت لديكم القشدة يعني القشدة الطرية استخدموها كذلك سنقوم الآن بالخلط نخلط وندمج جيدا إلى غاية ما نتحصل على شكل كريمة هذه الوصفة حبيبات قوية جدا جدا وممتازة هنا بالنسبة لدوات البشرة التي تكون دهنية بها دهون أو تفرز الدهون ممكن هنا أن تضيف بضع قطرات من عصير الليمون الحامد ثم بعدها استخدمو الوصفة بالليل حتى لا تتعرض البشرة للحروق نتيجة استخدام عصير الليمون الحامد إذن هنا بعدما تحسننا على شكل كريمة كما تلاحظون دائما على بشرة تكون نظيفة سنأخذ كمية من هذه الوصفة ونبدأ بفردها بداية من الأسفل يعني بداية من الرقبة صعودا إلى كامل بشرة الوجه نفردها كذلك على المناطق التي بها تجاعد الجبهة كذلك حول الفم حول العينين تحت العينين كذلك لمن لديها تجاعد أو طيات تحت العينين استخدمي هذه الوصفة وذاومي عليها بالنسبة لوصفات التجاعد أو التبييد استخدموها بشكل يومي حتى تتحصلون على نتائج رائعة بالنسبة لما طبق لديكم استخدموه لليدين القدمين كما يمكن أن الوصفة كما قلت لكم سوف تعمل أيضا حتى على تبييد البشرة بالإضافة إلى أنها سوف تشدها وتعالج لكم التجاعد إذا تبقى لديكم منها ضعوها في التلاجة واستخدموها في اليوم التالي بالنسبة للوصفة نتركها مدة نصف ساعة حتى تتشربها البشرة بعدها قوموا بغسل بشرتكم بالماء الفاتر وفي الأخير قوموا بدهن البشرة سواء بكريم أو مرطب هذا بالنسبة للوصفة الأولى سنمر الآن إلى الوصفة الثانية بالنسبة للوصفة الثانية سنحتاج فيها مكون ممتاز رائع وغني بالبروتين ألا وهو بياد البيض سوف نحتاج هنا إلى كمية من بياد البيض بالنسبة لدوات البشرة التي تكون جافة جدا استخدموا صفار البيض لأنها كلها مكونات رائعة جدا أنا وضعت هنا تقريبا ما يعادل مقدار ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من بياد البيض لأنه غني بالبروتين أقوم أولا بخفقه جيدا حتى يسهل لمزجه مع باقي المكونات التي سوف نقوم بإضافتها بياد البيض لوحده فقط سوف يعمل لكم على شد البشرة لزالة التجاعد التخلص منها وكذلك لمن تعاني من المسامات الواسعة فهو سيعمل على قبض المسامات الواسعة لأنه يشد البشرة بامتياز سأضيف إليه مكون آخر رائع بل وممتاز ولكن أول خطوة هي خفق جيدا بياد البيض بعدها سنضيف هنا مصحوق أو مطحون بذور الكتان بذور الكتان هي من البذور التي بها هلام يعمل على شد البشرة وتغديتها سأضيف هنا ما يعادل تقريبا ملعقة تكون صغيرة وأبدأ في الخلط هكذا حتى تتمازج وتتجانس لنا المكونات بالنسبة لوصفات اليوم هي من أقوى الوصفات العلاجية للتجاعيد سواء كانت تجاعيد الوجه الرقبة أو حتى تجاعيد اليدين كذلك لأن دائما صاحبات البشرة التي تكون جافة يتعرضن بشكل سريع إلى مشكلة التجاعيد أو الشيخوخة المبكرة لذلك يجب حبيباتي الاهتمام والعناية الدائمة للبشرة حتى لا تكون هناك سواء تجاعيد مبكرة أو ظهور التجاعيد دائما الوصفات الطبيعية تقضي على التجاعيد وتعالجها بشكل رائع جدا إذن بعدما قمت هنا بإضافة تقريبا مقدار ملعقتين صغيرتين لأنني أحتاج إلى هذه الوصفة أن تكون شيئا ما متماسكة لا تكون سائلة جدا يكون القوام بهذا الشكل قوام أو مزيج هلامي دائما تأخذون الخليط أو المزيج تفردونه على كامل البشرة نفرده على كامل بشرة الرقبة كذلك الوجه تحت العينين حول العينين يعني جميع المناطق حبيباتي التي بها التجاعيد بالنسبة لهذه الوصفة إذا طبقتموها يجب هنا أن لا نتكلم أو الضحك يجب الاسترخاء التام لأنها سوف تعمل على شد البشرة لذلك من الأحسن دائما أن نقوم بالاسترخاء حتى لا تحدث هناك تشققات نحن عن غنى عنها لأنها سوف تزيد من حدة التجاعيد لذلك يجب الاسترخاء التام حتى نتحصل على بشرة مشدودة بالنسبة لهذه الوصفة كذلك سوف تعالج كذلك حتى اسمرار الشمس الذي يكون على بشرة الوجه أو ناتج عن الشمس ممكن أيضا أن تختاروا بين هذه الوصفتين أنا قمت هنا بتحضير وصفتين رائعتين اختاروا ما يناسبكم وأيضا حسب المكونات المتوفرة لديكم بالفعل هي وصفة تناسب كل أنواع البشرة إذن حبيباتي كانت هذه هي وصفتنا لليوم لعلاج التجاعيد أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم طبعا إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء